بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يموت والحاضر الذي لا يفوت الذي بنعمته تتم الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله من تكلم سمع نطق ومن سكت علي من سر ومن عاشف علي رزقه ومن مات فإليه منقلب وصلي وصلم على سيدنا محمد أول الناس خروجا إذا بعثوا ومبشر القوم إذا يئيسوا وخطيب القلائق إذا وفدوا أصلي وأصلم على هذا النبي الأمي سيد الكونين والثقلين والفريقين من العرب والعجم وعلى آل الأطقياء وصحابته الأصفياء وعلى التابعين الفضلاء ومن تبعهم بأسان إلى يوم اللقاء أما بعد أيها المشاهدين والمشاهدات في هذه الأمسية المباركة المطيبة أحييكم بتحية الإسلام وضيفنا في هذا اللقاء هو الشريف عالمي إدريسي المغربي الفاسي الذي جاءنا في هذا العصر وصلى معنا ومعه هؤلاء الضيوف الكرام وإن شاء الله نستدفه في هذا البرنامج البرنامج ألا إن أولياء الله لا قوفنا عليه ولم يحسنون وإن شاء الله هو كما تعرفونه دائما ينشر الإسلام في السنغال وفي نيجريا وفي نيجير وفي قانا وفي جميعنا إلى العالم ونتشرف بلقائه ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله من الذين لا قوفنا عليهم ولا محسنون وأن يسدد قطاعه وأن يجعله من الفائزين من العالين إلى أعلى درجات الرجال والحمد لله نشكر الله تبارك وتعالى الذي جعلنا أن نكون من أحبابه ولا شك أنه من أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شك أنه ممن فضله الله تبارك وتعالى أن يجعله قائدا وقائدا وأن يكون قدوة للطريقة والإسلام في كل أنعاء العالم إذن سيد الشريف أنت اليوم أنتم إن شاء الله اليوم في مركز ناصر الحق بالحق للتحبيث القرآن الكريم والدراسات الإسلامية في ألمدي في دكار وكما تعرفون أن هذا المركز فيه مسجد سمي ناصر الحق بالحق وفي مدرسة للتحبيث القرآن الكريم والدراسات الإسلامية ويدرس فيه فرانكو عرب وتلاميذ موجودين ما شاء الله الحمد لله وكما ترون المسجد وكما ترون التلاميذ والآن إن شاء الله دقلنا في هذا البرنامج لكي تخبرنا شيئا عن الشيخ التجاني والشيئا عن الطريقة التجانية والشيئا عن الفائضة وإن شاء الله نتشرفوا بجلوسي معكم وإن شاء الله ندعو الله لكم توفيق وكلمته إلى حضراتكم إن شاء الله تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله حق قدره وداره العظيم أحباب رسول الله أحباب الختم التجاني أيها التلاميذ أيها الشيوخ أيها العلماء نحن في الطريقة التجانية ععيدتنا واحدة وهدفنا واحد وشيخنا هو شيخ التجاني وجميع خلافاؤه على نهج مولانا الختم التجاني رضي الله عنه وخليفته مولانا الشيخ إبراهيم من ياس المجاهد الكبير صاحب الفيضة التجانية في أنحاء الدنيا كلها فهذا المركز ناصر الحق بالحق هو ينصر الحق حقا وينصر الطريقة وينصر الإسلام ونشكر الإمام محمد نياس على ما يفعله في خدمة الإسلام وفي خدمة الدين وفي نصرة الطريقة منذ أن عرفناه عرفناه على هذا النهج فكانت معرفتنا به عظيمة جدا وهو مضيف لجميع الإحباب وخادم للحضرة وللفائدة مولانا الشيخ إبراهيم من ياس رضي الله عنه وارداه عن النبي آمين وببركة مولانا الشيخ إبراهيم من ياس وجميع أبناء الشيخ إبراهيم من ياس وجميع خلفاء الشيخ إبراهيم من ياس انتصر الإسلام في إفرعها ها هو الخليفة اليوم موجود في الكاميرون ودخل على أيديه طائفة من الناس إلى الإسلام في الكاميرون على أيدي الخليفة في هذا الأسبوع وكان الخليفة تابع لنصرة مولانا الشيخ برعيم الياس بلسانه وبحضرته وبهمته وببركته على نهجه فهنا كلنا نأخذ هذا المنهج وننصر الدين وننصر الإسلام وننصر سنة رسول الله هو الخليفة العام الشيخنا ووارد سر مولانا الشيخ برعيم الياس الخليفة العام للشيخ برعيم ولحضرة الفيضة الإبراهيمية هو محمد الماحي إبراهيم الياس هو الذي يقول الشيخ في حقي أنه رأى الماء يؤسس دولة والله هكذا هكذا وهو المفسر القرآن وأيضا محدث هو الذي كان يفسر الأحادث في المسجد وكان مديرا للمعد ما شاء الله لذلك الشعر يقوله وهذا المفسر ماحي هو شعر الموتر يقوله وهذا المفسر ماحي هو المرجع إذا اغتلتت أوهامه لأن من انتسب إلى مولانا الشيخ إبراهيم الياس وخاصة خلفائه منهم الحج عبد الله وعلي سيسي رضي الله عنه والشيخ دام رضي الله عنه والشيخ مولانا وحبيبنا شيخ أحمد تجان إبراهيم الياس الذي فتح لنا الباب في جميع أرض إفريقيا وشجعنا يقول الشيخ في حقهم يعني مثلا وفي طريق أحمد وأحمد النجا قد تم فيه ما ما أغسره والآن ها هو محمد الماحي إبراهيم الياس يسير بالفيضة إلى نهجه وإلى نهج مولانا الشيخ إبراهيم الياس رضي الله عنه في نصرة الدين ونصرة الإسلام ونصرة الطريقة ونصرة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تأخر يوما عن هذا العمل الذي يقوم به كذلك أخونا وحبيبنا الماحي النياس والشيخ تجاني الماحي سيسي والشيخ تجاني سيسي والإمام الناطئ الرسمي والإمام الحاج حسن سيسي رضي الله عنه أكبر الشهدية نعري سيسي هكذا هذه الفيضة الإبراهيمية دهرت في عهده وكان في نصرة الإسلام والمسلمين والآن نحمد الله ونشجعه ونشكره ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وندعو الله للخليفة محمد الماحي أبراهيم النياس بالصحة والعافية والطول العمر في خدمة الإسلام ونصرة الدين ونصرة الحضرة التجانية والفيضة الإبراهيمية في أنحاء الدنيا كلها ونحن مقبلين إن شاء الله على مولد النبي في المدينة المنورة المدينة إبراهيم النياس مدينة كولاخ الذي يزورها من العلماء ومن التلاميذ ومن الأحباب من أنحاء الدنيا نعم ثم يحضر مولد النبي في كولاخ ثم ينطلق إلى بلدهم في أنحاء الدنيا وتستمر احتفال مولد النبي طول السنة هكذا علمناهم وهكذا نشرب من الفيضة الإبراهيمية التجانية رضي الله عن خلفاء الشيخ إبراهيم جميعا وعن خليفته مولان الحاج محمد الماحي إبراهيم النياس رضي الله عنه وارضاه وعن جميع وماذا تقول لنا أن الإمام حزن سيسي الذي توفيه كان صديقك ما شاء الله الإمام حزن سيسي هو الباب هو بابنا في المدينة الله هو بابنا في المدينة كان يكرمنا ويدبح لنا الجمل والله وكنا معه دائما ليل نهار وكنا لا نفارقه ولا يفارقنا والشعر يقول في عقه أنقذ نيويورك إذ كان الولاياتهم تبدو لكتو وأطلنتا ودلاس أبوك باب قليل لا يقازنه على القرة عن السيسي والناس زهر أمك أم الفضل جامعة بالقير والجول ما هو البايس الآسي أنت الإمام الذي يرضى إمامته كل المصلين من الجن ومن ناس والله جزاكم الله خيرا نشجعك على ما تقوم به في نصرة الدين ونصرة الحضرة ونحن ندعو الله لك أن يؤويك ويزيدك قربا منه ويزيدك محبة الشيخ النتجاني محبة الله ورسوله ومحبة الشيخ النتجاني ومحبة مولانا الشيخ إبراهيم وجميع خلفائه ونحن على العهد مع الفيضة التجانية إلى لقاء الله تبارك وتعالى نفعنا الله بجميع أحباب الشيخ التجاني رضي الله عنهم جميعا وزادنا محبتهم ومحبة رسول الله ومحبة الشيخ ونموت على ذلك دائما وهكذا نعلم أشيالنا ونقويهم على محبة الشيخ الرحيم ومحبة خليفته بجاه جدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبجاه الصلاة الفاتح فنختم هذا اللقاء بالصلاة الفاتح إن شاء الله بحول الله إن شاء الله شكرا جزيلا جزيتم خيرا وكفيتم شر ولا در لاقكم بلغت ونسحت وماشاء الله وفصحت وهكذا كنا يعني ننتظر من حضراتكم بالفصاحة والبلاغة وإن شاء الله أيضا نحن ندلالكم أن يبارك فيكم وفي عمركم وأن يجعلكم من الذين يقودون مسيرة الرسول الله صلى الله عليه وسلم ومسيرة الشيخ عمل التجاني ومسيرة الشيخ الإسلام الحجر واجزاكم الله قيرا ونطلب منكم مطاعا شكرا اللهم صلي على سيدنا محمد الفاتح الخاتم الناصر الهدي وعلى آله أقدره وداره العظيم اللهم اجعل بلدنا السينيقال بلد الدين وبلدنا المغرب بلد الدين وبلدنا مريطانيا بلد الدين ورحة المحتاجي والمسكين واجعل السينيقال بلدنا بلد الدين وانصرها وآذرها وألف قلوب السينيقاليين جميعا اجعل بلدنا بلد الدين ورحة المحتاجي والمسكين يقررنا الدعاء الذي قطفت في المسجد كائن أدعية كثيرة نعم إن شاء الله اللهم اجعل بلدنا بلد الدين ورحات المحتاجين المسكين اجعل لها ما بين البلاد صولة وحرمة ومنعة ودولة واجعل من السر المصوني عزها واجعل من السر الجميل حرزها واجعل بصاد وآف وبنون ألف حجاب من ورائها يكون اللهم احفظ الصيني قال من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم انزل فيها السلم والسلام والأمن والأمان واجعلها البلد الآمن ياد الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا من قلت أدعوني أستجب لكم أدعوك باسمك العظيم وبنبيك الكريم ممتتلا أمرك موعنا بإجابتك أن تسطرنا سترا جميلة وتزقنا توبة نصوحة وعافية تمة دائمة ومغفرة وإجابة تعمو الحاضرين والغائبين اللهم لا تخيبنا مما سألناك ولا تحرمنا مما رجوناك واحفظنا في المحياء والممات اللهم بارك في خليفتنا الشيخ محمد الماحي إبراهيم الياس وبرك في صحته وبصره وأوهي على دينك ونصرة نبيك وعلاك كلمتك ياد الجلال والإكرام اللهم بارك في الجميع بجاية النبي الشفع فاتحة صلاة الفاتحة بسم الله الحمد السلام عليكم إن شاء الله مبرك ببروك ببروك شكرا موسيقى موسيقى